طبعا احنا شفنا النهاردة ارتفاع في البورصة يعني احنا جايين من يوم اجازة مبارع والنهاردة يوم الخميس يعني حركة مش متعودين عليه والله هو الارتفاع ده كان مصحوب بان تقريبا الناس اللي عملت اللي حطت طلبات على الاسهم بتاعة شركة سيئة كابرال عرفت التخصص لها فبدأت تفكر في ازاي يتوجه الفائد من فلوسها اللي هم حطوها في الشركات السمسرة على انه هم يشتروا اسهم او يعيدوا توزيع المحفظة بتاعتهم على اسهم تاني لسهو الحقيقة البورصة من طيضة طول من اول مارس وهي في اتجاه صعودي جيد بحكم الاعلانات اللي عملها البنك المركزي بعد اجتماعه وتقريبا في 28 فبراير لو تذكر التاريخ كويس اللي اعلن فيها التحول من سياسة نائدية انكماشية كان الغرض منها مكافحة التضخم الى سياسة نائدية توسعية عشان تعكس المؤشرات الايجابية اللي حصلت في انخفاض التضخم من حوالي 35% في يوليو 2017 لحوالي 12% اخر رقم تقريبا سمعتكم فالاعلان ده طبعا ترجمته يعني المواطن لو يسمع بيقول سياسة نائدية توسعية ما معنى سياسة نائدية توسعية للبورصة بواجهنا عام حاجتين ان التكلفة المالية على الشركات بتقل السعر الفايدة على الديون بتاعتها بتقل وبالتالي ارباح الشركات بتزيد وبالتالي لما الشركات دي يتم تداولها على المضاعفات اللي معروفة في الصناعة بتاعتها فان سعر السهمة الحاجة التانية ان سعر الفايدة بالنسبة للسلع بالنسبة للمواطن اللي بيقترض من البنوك علشان. بس ساني يعني بس عايز اه اه اوقف حريطك هنا في الجزئية بتاعت سعر الفايدة بينزف فالارباح بتزيد وهو الارباح بتزيد بالنسبة للشركات يعني معناتها توسعات بالنسبة للشركات يعني معناتها زيادة فرص عمل يعني معناتها زيادة عائد بالنسبة للمواطن اللي بيشتغل في الشركات دي. اه هو من من جانب اخر نقدر نقول ايه ان لما سعر الفايدة بيقل يعني التكلفة المالية على شركات بتقل قدامة حجم الاتنين ارباحها بتزيد فتقدر انها تعمل توسعات او انها قدرتها التنافسية في انها تنزل اسعار السلعة للمنتجات بتاعتها بتزيد وبالتالي ممكن انها تقلل شوية في اسعار المنتجات اللي بتبيحها وبالتالي مبيعاتها بتزيد لان القدرة الشرائية بتاعة المواطن بتزيد لما السعر بيكون اقل وفي نفس الوقت بالنسبة للسلعة المعمرة لما المواطن اللي بيقتب عليها من البنوك سواء للعربية او لتلاجة او تليفزيون او ان لما سعر الفايدة بيقل برضو القدرة الشرائية بتاعة المواطن بتقل وبالتالي مبيعات الشركات بتزيد فدايما بداية القدرة الشرائية بتاعة المواطن بتزيد بتزيد طبعا انا اسف اقول انه بتزيد فالقدرة الشرائية بتاعة المواطن بتزيد فبيشتري اكتر فمبيعات الشركات بتزيد ففي كل الحالات سياسة نقدية توسعية اللي بتعني خفض أسعار الفايدة فيها منفعة للمواطن وفيها منفعة لأرباح الشركات أو نتائج الشركات لأن لما بيحتها بتزيد حتى بمرجن أقل أو يعني همش ربحة أقل فأرباحها بتزيد وبالتالي بنجد أن البورصة بتستجيب استجابة إيجابية دائما مع لما أسعار الفايدة بتبدأ في الهبوط فده الحقيقة اللي تسبب في أن من تقدر تقول من أول مارس لحد النهاردة مؤشر ايجي اكس 30 طلع بحوالي 20% يعني هو من أول يناير لحد آخر فبراير كان يمكن طلع ب3% فقط تقريبا يعني بس من أول مارس لحد النهاردة طلع بحوالي 20%